اليوم سنقوم بعمل الربص في البيت لإزالة أصعب البقع طبعاً في الهدوم وهيخلق معاك زي الفل بأقل التكاليف طبعاً مش هنشتري أي حاجة من بره كل حاجة عندنا في البيت يلا بينا بقى نشوف الطريقة الجميلة دي مع بعض هحتاج بقى معي صبونة أو بواق الصبون طبعاً بواق الصبون ديت في كل بيت بدل ما نرميها لا هنستفاد بيها هبدأ بقى جيب المبشرة وهجيب كده بواق الصبون وهبشروا بقى كويس جداً معايا كده من النحية الديقة زي ما انتم مشايفين كده يعني نستفاد بالصبون بدل ما نرميه لا هنستفاد بيه وهناعمل بقى أحلى ربصه بطريقة سهلة وبسيطة جداً بعد ما بشرت الصبون معايا شايفين بقى يعني حوالي كده نصف كيلو من الصبون وطبعاً هتجيبي بقى الأكياس اللي هي معاشرة ديت بتبقى أقل كمان من نصف كيلو يعني كده حوالي عملتي كيلو ربصه من بواق الصبون وطبعاً بينطف الهدوم وبيخليها حلو جداً هتبدأ كده تضيفي الصبون اللي انت بشرطي على الربص بالشكل اللي انت شايفاه ده بالشكل دوت هتخلي الربص معاك طبعاً ريحته حلوة جداً وهيخليلك بقى أصعب البقع معاك تطلع بمنتهى السهولة طبعاً كلنا عارفين الصبون البريحة ده بيبقى حلو جداً في التنظيف طبعاً بيبقى حلو جداً كمان في الموعين في الاستلس بقى والألمونيا بيخليها لك نظيفة معاك وزي الفل وبرضه في الهدوم هيشلك أصعب البقع شايفين بقى م شاء الله خليناه يعني كيلو ربصه معانا مش ربع ولا نص شايفين بقى م شاء الله يعني وفرنا وخلينا ريحت الهدوم معانا وهتشيل بقى أصعب البقع معانا شايفين بقى الفكرة جميلة جداً أحسن بقى ما ترمي طبعاً بواقي الصبون لا استفدنا بيها بدل ما نرمي بواقي الصبون لا عملنا أحلى ربصه لإزالة البقع به شايفين بقى جميل جداً جد الطريقة دي جميلة جداً وهتخليلك الهدوم معاكن دي فوزي الفل ورحتها خطيرة جربي بقى الطريقة ديت وهتدعيلي بجدة عليها أتمنى بقى لو أول مرة تشوفي قناتي تدوسي اللايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد بإذن الله